احييكم مشاهدين وهذه حلقة جديدة من برنامج من لندن وجولة في الصحافة الإنجليزية تتابعونا معنا فيها الحكومة البريطانية تدرس منح تأشيرات لسائق الشاحنات الأجانب جونسون يطالب الوزراء باتخاذ تدابير طارئة لإصلاح نقص الغذاء والوقود وتقنين العلاج الكيموي للمرضى في بريطانيا بسبب نقص الموظفين اذا ازمة الوقود مشاهدين تتصدر كل الصحف لهذا اليوم نبدأ من صحيفة الجارديان التي عنونت هذه الأزمة بي الوزراء يدرسون منح تأشيرات لسائق الشاحنات الأجانب في خطوة تنم عن تراجع عن البريكزيت يستعد الوزراء للاتفاق على تحول غير عادي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بما يعني السماح لسائق الشاحنات الأجانب بالعودة إلى بريطانيا لسد النقص الذي يهدد امدادات الوقود والغذاء كذلك رئيس الوزراء يحاول حل المشكلة مع الأخذ بالاعتبار تسوية داخل حكومته المتحاربة والتي انقسمت حول هذه القضية في أعقاب مشاهد الفوضى في طوابير الانتظار ببعض محطات الوقود قال أيضا مصدر حكومي رفيع أن بعض الوزراء بدوا حريصين على تجنب ربط هذه المشكلة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو ما يفسر ربما الإحجام عن تخفيف قواعد الهجرة سينظروا إلى هذه الخطوة على أنها تراجع ملحوظ حيث تأسست حملة جونسون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على منح المملكة المتحدة مزيدا من السيطرة على الهجرة وإنهاء بالتالي حرية الحركة وبصحيفة دايلي إكسبرس نطالع عن نفس الموضوع أيضا عنوان مختلف بوريس يفقد صبره أمر رئيس الوزراء باتخاذ تدابير طارئة لإصلاح نقص الغذاء والوقود الذي يهدد بريطانيا جاء بالتقرير بأن جونسون بعد أن فقد صبره بسبب التقاعس عن اتخاذ أي إجراين بشأن أزمة سلسلة التوريد طلب بإيجاد حل سريع لنقص سائقي الشاحنات مع إصراره على أن تكون التغييرات لفترة زمنية محددة قال أيضا مصدر حكومي بأن الحكومة لن تستسلم للشركات الكبيرة التي بدورها تريد تغيير قواعد الهجرة لخفض الأجور ذكر أيضا هذا التقرير بأن وزير النقل كان مترددا بتخفيف القواعد لأنه يخشى بالمقابل أن يؤدي جلب السائقين من الاتحاد الأوروبي إلى المزيد من المشاكل لكن هذه المرة طويلة الأمد ضيفي محمد شبارو من لندن ينضم إليه الصحفي والكاتب بعرب نيوز مرحبا بك سيد شبارو سيد شبارو خلينا نبدأ بالأسباب هل هي كورونا أم هي بريكزيت أم هي تعاطي الحكومة ولماذا بهذا التوقيت يعني ربما هي خلطة من كل ما ذكرته أستاذة هبة ولكن الأبرز هو عنوان للكاتب فريدلند في الجارديون أيضا يقول أن المشكلة هي بريكزيت 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 ولكن لا أحد يجرؤ أن ينطق بهذه الكلمة على ما يبدو في الساحة البريطانية وهناك أيضا عنوان لفتني في نفس الموضوع لو سمحت لي هو قول أحد أحد الكاتبات بأنه لو يتهافت المقترعون والمصوطون ويشترون رئيس حكومة وحكومة جديدة لهذه البلاد أي أن هذه الحكومة هي أصل المشكل وربما بريكزيت هو المفعول يعني المباشر والمسبب المباشر لهذه النواقص في البلاد السائقون اليوم أمس هناك مشاكل في الممرضات والأطباء قبله هناك نقص في عمال المزارع واللائحة طويلة فيبدو أن إدارة البلاد وقصر نظر هذه الحكومة في التعاطي مع المشكلات هو مستمر ودائم وجاءت جائحة كورونا لتغطي على بعض عيوب هذه الحكومة التي حملت كل المشاكل التي طرأت خلال 24 شهرا الماضية حملت كورونا والجائحة مسؤوليتها سيد محمد هل هذا يفسر هذا التحفظ الحكومي اليوم على ربط وتجنب ربط المشكلة بريكزيت هل هي تسعى إلى ربما حفظ ماء الوجه بذلك أنا أعتقد أن الحكومة لا تقدر ولا تستطيع أمام ناخبيها أن تنطق حتى بكلمة به الباء في بريكزيت وليس بريكزيت كاملة إنهم يعتقدون أنهم يحمون أسواق العمل المحلية إنهم يعتقدون حتى الوزراء يرفضون اعتبار أو الأخذ ومناقشة فكرة أن ربما بريكزيت ولكن أقول لهم وقال لهم كثيرون انظروا كل العالم ضربته الجائحة ولكن لم نرى طوابير تعبئة البترول على المحطات لم تخلوا رفوف السوبرماركت من المنتجات المتوفرة ربما في المستوضعات والمخازن الكبيرة ولكن لا يريدون أن يعترفوا بأن بريكزيت وعدم استعداد الحكومة بشكل كبير لها ربما هو سبب المباشر ولكن بوريس جونسون اليوم هو تراجع جديد إذا كان سيوافق على مسألة التأشيرات لإدخال سائقين أوروبيين قال عتات المؤيدين لحزب المحافظين في أكثر من تصريح تليفزيوني على مدى 24-48 ساعة الماضية أنهم سيأخذون الوظائف من أمام المواطن البريطاني التي جاءت بريكزيت لحمايته أي الخروج من الاتحاد الأوروبي لحماية سوق العمل المحلي ولكن أنا أعتقد أنهم مخطئون وهم سيضطرون إلى إعادة استيراد العمالة كما يستوردون الممرضين ويستوردون أيضا ما يسمى باللو سكيلد ووركر أصحاب الحرفيين من أصحاب المهن البسيطة ككهربائي أو معماري في أعمال البناء وما إلى هناك وبالتالي سيتراجعون ويتخبطون من جديد ولن يكون إعادة إصدار الفياز التأشيرات حلا سريعا لن يأتي خمسة ألاف سائق غدا إلى بريطانيا للعمل سأتحدث معك عن موضوع التأشيرات لكن أنت تطرقت لموضوع حماية السوق المحلي سيد محمد اليوم ما دور الشركات بهذا الإطار لأن نحن نعلم أجور العامل البريطاني اليوم هي أكثر تكلفة فما الذي تقوم به وإلى أي مدى تضغط هذه الشركات على الحكومة بهذا الإطار لا تنسي استذهب أن السوق البريطاني هو سوق عرض وطلب بامتياز ومهما دعت أو وضعت الحكومات معايير معينة لحماية ما يسمى بالحد الأدنى للأجور هناك شركات وبإمكانها إذا وافق أي من العمال على العمل بالساعة بدلا من أن تكون عشر جنيهات أن يعمل بثمانية هناك سيوافق صاحب العمل على تشغيله وبالتالي الحكومة تتخذ من ذرائع مختلفة ربما مستهلكة كثيرا من ناحية تريدون سوق عمل حر فيه سوق العرض والطلب وأيضا الرواتب والمكافآت يحددها صاحب العمل ثم تقولون نريد أن نحمي السوق سوق العمل الوطنية وبالتالي لا نريد الغرباء ولا نريد المهاجرون من زويل كفاءات المتدنية الذين في كل الأحوال يخدمون في المطاعم والمقاهي وكل هذه المؤسسات الآن ليس لديها موظفين كفء لدعم نهوضهم ونموهم الاقتصادي الذي تريده هذه الحكومة بالطبع فهناك جدلية كبيرة موضوع التأشيرات الكل ركز على موضوع بأنه حتى المقترحات بأنه يكون محدد بإطار زمني هل هذا يعني لعله يبرر أو يمنع فكرة أو يواجه الانتقادات التي تقول بأنه تراجع عن قواعد بريكزيت برأيك هو تراجع عن قواعد بريكزيت هو فشل لنظام الهجرة نظام استقدام العمالة ليس فقط مؤخرا ولكن منذ زمن طويل هناك نقول أنه نظام هجرة مكسور في بريطانيا لأنه غير قادر على إصلاح نفسه بشكل يتواءم مع رؤية واضحة لما يتطلبه النمو السكاني في البلاد أولا النمو الاقتصادي ثانيا نمو سوق العمل ثالثا ومتطلباتها وفي ثلاث النقاط الأساسية هذه فشل النظام الهجرة واستراد العمالة وأيضا التأشيرات في خدمة ما تحتاجه البلاد على الصعيد الوطني إن لحماية الوظائف داخليا أو لإنعاش الأسواق وإنعاش الابتكار وتحسين النمط أو القوى الاقتصادية والنمو الاقتصادي في هذه البلاد فهذه الحكومة يعني تحاكس نفسها وتتضارب في مقترحاتها على كل المستويات بقضية بريكسيت ليست هي سبب ولكن هي السبب الأساسي لأنها كسرت أيضا أعراف أخرى يعني كانت على الأقل لا تظهر من نقص في العمال في المطاعم أو نقص سائق الشاحنات أو نقص الممرضين والممرضات فكانت أوروبا يمكن استقدام هؤلاء العمال بسهولة منها إذا ما تحدثنا عن هذه المعادلة البسيطة سيد شبارو فوضى الخروج بالتالي فوضى طوابير الانتظار وفوضى بالعديد من القطاعات هل لا تزال تمتلك حكومة جونسون برأيك حلول وخيارات تواجه ربما فيها كل هذه الانتقادات وتحقق الاستقرار المطلوب يعني حتى قبل ما ندخل في مسألة السائقين مثلا واستقدام السائقين وإذا كان فتح وتسهيل مسألة حصول السائقين على التأشيرات سيسد العجز انظري في السابق سمعنا عن الممرضين والممرضات حتى في مجال مسألة وعدت حكومة جونسون وحزب المحافظين الشعبوية واليمينية إلى حد ما بأن تحسن وضع الأمن في البلاد من ناحية استيعاب قوات شرطة وزيادة أعدادها قالوا أنهم سيؤهلون أكثر من خمسين ألف ولكن إلى اليوم ليس هناك هذا العدد الممرضات والممرضين أيضا يعيدون صياغة الأرقام وإعادة دراستها وإعادة تلطيفها ولكن اليوم كما جاء في الأخبار أن العمليات المستعصية والأساسية لكثير من المرضى قد تحتاج إلى فترة انتظار بين سنتين إلى سبعة ثماني سنوات وكل ذلك سببه النقص سببه التخبط في استيراد الكفاءات والعمال المطلوبين في السوق المحلية وبالتالي لا أعتقد أن حلول جونسون هو يتصرف بأنه لديه عصن سحرية وكأن بالإمكان توضيف مئة ألف سائق غبا في السوق وقبل عيد الميلاد حيث كما تعلمين هبة هذه مناسبة جدا مهمة في بريطانيا وبالتالي لن يتمكن من سد هذا العجز وسيكون هناك أيام صعبة وأنا لم أكن أحلم بعد 35 عاما في هذه البلاد أن أرى طوابير على محطات الوقود تعود فقط بسبب حجة بسيطة وهي أنه ليس هناك من سائقين لتوفير هذه المادة الأساسية والمهمة شكرا جزيلا لك من لندن محمد شبارو الصحفي والكاتب في عرب نيوز مشاهدين بنامج من لندن متواصل وتتابعون فيه بعد الفاصل وزير الصحة البريطاني يعيد بحل مشاكل قلة المواعيد في العيادات أهلا بكم من جديد في صحيفة ديلي تاليغراف كان هناك مشاكل لهيئة الصحة العامة في بريطانيا ونطالع تقريرا بعنوان تقنين العلاج الكيميائي بسبب أزمة نقص الموظفين في هيئة الصحة العامة البريطانية تم إيقاف العلاج الكيميائي لمرضى السرطان في بعض المناطق بسبب عدم وجود عدد كاف من الموظفين وجاء في التقرير بأن الأشخاص الذين يعانون من أشكال متقدمة من المرض حرموا من جرعات العلاج بحيث يمكن توجيه الموارد النادرة نحو أولئك الذين لديهم فرصة للبقاء على قيد الحياة وتنبأ تقرير بأنه حتى لو عززت أقسام الأورام عدد المرضى الذين يعاينونها بنسبة 5% فإن التراكمة سيستغرق أكثر من عقد من الزمن ويعتقد الخبراء بأن 19500 شخص يعيشون مع سرطان غير مشخص بسبب الوباء وفي صحيفة ديلي ميل نطالع أيضا مشاكل هيئة الصحة العامة والعنوان كان وزير الصحة ينضم للقتال من أجل المزيد من مواعيد الأطباء العامين وجها لوجه سجيد جافيد صعد بشكل كبير الليلة الماضية لضمان حصول المرضى على مواعيد وجها لوجه مع الأطباء العامين تقول الصحيفة في انتصار كبير لحملة ديلي ميل قال وزير الصحة بأنه سيقلل من الإجراءات الروتينية لمنع الأطباء أو لمنحها من الوقت لإجراء المزيد من المواعيد مع المرضى يبحث جافيد في الطرق التي يمكن بها أن يقلل من الإجراءات البيروقراطية داخل العيادات التي ترهق الأطباء لتشجيعهم على رؤية المزيد من المرضى في العيادات من لندن معي دكتور عبد الكريم جزيز المحاضر بجامعة كينغز كاليج والمتخصص بعلوم الأوبئة دكتور عبد الكريم مرحبا أبدأ معك بالتقرير الأول الذي يتحدث عن تقنين بالعلاج الكيماوي ما هي حيثيات هكذا قرار برأيك؟ نعم شكرا للإستضافة مرحبا بكم أستاذ هبة بالنسبة لتقنين العلاج الكيماوي كان هناك منذ العام الماضي منذ شهر آذار تقريبا عندما كان يحاول النظام الصحي توثير الموارد لتوجيهها نحو جائحة الكوفيد كان هناك قائمة من الأمراض التي تم تقليل الأولوية الخاصة بها ومنها العلاج الكيماوي ليس لكل مرضى السرطان ولكن للمرضى الحريجين ويعني بمعنى آخر المرضى لديهم فرص أقل بالنسبة لأنه جاء من المرضى السرطان وبالتالي منذ ذلك الوقت كان هناك توجه نوعا ما لتخفيف الأولوية عن هؤلاء المرضى ولكن المشكلة الآن أن النظام الصحي بعد أن عاود نشاطه بعد جائحة الكوفيد ليبدأ أو يفتح ملفات الأمراض الأخرى أن النظام الصحي لا يتعامل فقط مع جائحة كوفيد وإنما هناك العديد من الأمراض التي تم تأجيل التعامل معها لما بعد الأزمة الحادة في كوفيد ومن أحد الملفات كانت مرضى السرطان ليتفاجأ النظام الصحي بأنه ليس لديه عدد لا الممرضات ولا حتى الاستشاريين العدد الكافي للإشراف على هؤلاء المرضى إذن الأمر ليس فقط بالمعدات والأدوية ولكن أيضا الأمر الأهم هو الموارد البشرية الكافية لإعطاء هذه العلاجات وأنا كما ذكر التقريري إذا كان الأمر على ما هو عليه في الفترة القادمة فبعض المرضى قد ينتظر سنوات عديدة قد تصل لأكثر من خمسة سنوات بينما يتم علاجهم وهذا نتحدث هنا عن فئة حرجة من المرضى إذا تأخر عنهم العلاج بالأصل فرصهم في النجاة هي قليلة وبالتالي نتحدث عن تهديد للحياة لبعض الأمراض وهل كل هذه التفاصيل تبرر ذلك دكتور عبد الكريم بأن يترك هؤلاء الأشخاص اليوم إلى مصيرهم ومن دون تلقي العلاج اللازم بكل تأكيد لا هناك العديد من الانتقادات الآن تذهب للحكومة من الأطباء ومن العاملين الصحيين ومن مختلف المشافي في بريطانيا لا يمكن ترك هؤلاء المرضى وتقليل الأولوية الذي هم بهذا الشكل والأمر لا يخص أيضا فقط العلاج كيموائي لمرضى السرطان بل حتى هناك العديد من الأمراض الأخرى يعني كما نذكر العمليات الباردة أو الإجراءات التي ليست إسعافية قد تم تأجيلها بشكل يصل إلى سبع وثماني سنوات وهذا أمر قد يهدد أيضا الأختلاطات التي ممكن أن تصاحب هذه الحالات وبالتالي نتحدث هنا عن أزمة كبيرة لا تخص فئة واحدة من المرضى ولكن نتحدث عن فشل جزئي في أحد أهم مكرونات المباصرة دكتور كل هذا الضخ الكبير للأنش أس اليوم لماذا على الرغم من كل ذلك نتحدث عن هكذا عقبات تواجه الطب في بريطانيا النظام الصحي في بريطانيا على جودته ولكنه كان يعاني منذ أربعة أو خمس سنوات وتعزز الأمر كثيرا بعد أزمة بريكزيت من نشح بالموارد البشرية عدد الشواغر الحالية التي كانت في العام الماضي حتى قبل أزمة كورونا في الـ NGS كانت حوالي 84 ألف شاغر بالنسبة للتمريض بشكل خاص كان هناك 38 ألف شاغر بما يعني أن كل واحد من عشرة شواغر من الممرضات كنا لا نستطيع أن نملأها وقد يكون هذا يعزى بشكل رئيسي لعدم يعني توفر الموارد البشرية التي كانت تأتي من دول الاتحاد الأوروبي يعني إذا قررنا مثلا عدد الأطباء المتاحين في بريطانيا هو 2.8 أو 8.7 الدكتور لكل 100 ألف من السكان طيب هذا الرقم إذا قررنا بدول أوروبا أغلب دول أوروبا الغربية هي الرقم عندها أربع أطباء لكل 100 ألف وبالتالي توفر الموارد البشرية الطبية بدول أوروبا كان أكثر من بريطانيا وبالتالي بعد أزمة بركزيت الأمر يعني تفاقم والسبب الثاني الذي أحب تنوي له هو ما يسمى الاحتراق الداخلي الذي واجهه الكوادر الطبية خلال أزمة كورونا يعني خلال هذا العام العديد من الكوادر قرر ترك مهنته بسبب الضغط الذي تعرض لديه بدون وجود دعم كافي لهذه الموارد في تقرير نشره لنيت جيس قال خلال الأربع سنوات الماضية كانت حوالي 28% يعني حوالي ثلث الكوادر تترك عملها في خلال السنوات الأولى السنتين أو الثلاث الأولى وبالتالي نتحدث عن ظروف عمل يجب أن يكتم تحسينها دكتور بالتقرير الثاني أيضا نشرته صحيفة ديلي ميل يعني هل برأيك مازال من المنطقي ومازال مبررا بأنه المريض غير قادر على التقاء طبيبه العام وجها لوجه أنا لا أعتقد أن هذا الأمر مبرر لأن تحدث عن نسب تلقيح وصلت لأكثر من 90% من البالغين في بريطانيا ونسب تلقيح عالية وبالتالي يجب أن ننتقل إلى مرحلة تكون هناك اللقاءات وجها لوجه لا يمكن يعني أنا طبيب وأدرك أن تشخيص المرض ومتابعة الحالة عن طريق الهاتف أو المكالمات الفيديو هي حالة غير مثالية لا يجب أن تستمر لمدة سنتين الآن فبالتالي يجب أن نتخلص من ذلك ولكن جزء من المشكلة يعني الآن تحدث وزير الصحة عن تخفيف الإجراءات البيروقراطية ليتمكن الجي بي أو طباء العامين من رؤية عدد أكبر من المرضى طيب الحل ليس هنا يعني الأطباء العامين يرون بالأصل عدد هائل من المرضى بشكل مثالي لكل طبيب يجب أن لا يرى أكثر من 50 مريض يوميا عدد المرضى الذين يراهم الأطباء العامين الآن يتجاوز المئة أحيانا وهذه حالة ليست صحية تؤثر على نوعية الخدمة المقدمة وتؤثر على الاحتراق الداخلي الذي تحدثنا عنه منذ قليل ولكن المشكلة الرئيسية هي زيادة الدعم والتمويل وأيضا الموارد البشرية الآن لدينا حاجة لأكثر من 2500 طبيب عام جي بي لسد الثغرة الموجودة في النظام الصحي ولا أعتقد أن بريطانيا الآن تستطيع الحكومة الحالية أن توفر هذا العدد الكبير من الأطباء دكتور يعني هي مشكلة قديمة موضوع أن الطبيب العام اليوم يتوجب عليه التقاء عدد أكبر من المرضى يعني لا تحتمل القدرة الاستيعابية لكن لماذا اليوم تتفاقم بهذا الشكل ويتم التمسك بالالتقاء عن بعد أو عبر الهاتف أو الفيديو باختصار لو سمحت هذه المشكلة ليست قديمة كثيرا أعتقد أنها تضاعفت بداية من البريكزيت كما ذكرت بسبب شح الموارد البشرية ولكن بعد الكوفيد خلال فترة من الفترات تم هناك إغلاق العيادات العامة وبالتالي تم تأجيل العديد من المرضى فلالتالي الآن بعد أن فتحت العيادات العامة كان هناك ضغط أكبر من المعتاد على هذه العيادات وبنفس الوقت كان هناك ذهاب للعديد من الموارد البشرية وبالتالي هذا الضغط هو الذي شكل الضغط الزائد على العيادات الطب العام وبنفس الوقت شح الموارد البشرية كان عاجزا عن تلبية الحاجة المتزايدة أشكرك جزيلا الشكر من لندن دكتور عبد الكريم أكزيز المحاضر في جامعة كينغز كوليج والمتخصص بعلوم الأوبعة ترجمة نانسي قنقر